شهدت معابد الكرنك اليوم ظاهرة تعامل الشمس على محور معابد الكرنك والتي تحدث يوم الحادي والعشرين من ديسمبر من كل عام قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري إن أكثر من ألف سائح مصري وأجنبية شهدوا هذه الظاهرة وحرصوا على التواجد أمام معابد الكرنك بالأقصر منذ الصباح الباكر لمشاهدة تعامل الشمس على محور المعابد وذلك في تمام السادسة وإحدى وثلاثين دقيقة صباحا بدءا من البوابة الشرقية مرورا بقدس الأقداس وكافة محور المعابد حتى البوابة الرئيسية ده بيؤكد على أهمية هذا الاحتفال بأنه هو مستمر حتى الآن وظاهرة بتزداد جذبا للسياح والسائحين من مختلف عن حين العالم والمصريين أيضا السياحة الداخلية أنهما بيجوا يشوفوا دقة حسابات المصري القديم خصوصا في المعابد المصرية القديمة بأن كل جزء من المعابد المصرية موجود في مكانه لغرض مش موجود لمجرد بناء له حسابات وله غرض فلاكي وغرض ديني وغرض أسري أيضا شهد معبد الكرنك نهاردة خاصة معبد آمون شروق قرص الشمس على الأكس على المحور الرئيسي للمعبد حيث شويد المعبد من الشرق للغرب بعناية فائقة تدل على قدرة المصر القديم على تطويع الفلك لخدمة العمارة المصرية القديمة أو الهندسة المقدسة ومع ظهور قرص الشمس بدأت تتسلل أشعة الشمس إلى قدس الأقداس الذي كان يحتوي على التمثال آمون التمثال المقدس لآمون وهذه الظهرة هي واحدة من عدد من الظهر الفلكية الموجودة في كرنك